اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وازاي الكلمة تحفظت بطول السنين وهنفهم طبيعة الاله فريد في صفاته وازاي تجسد وسطنا وعاش ما بيننا حياة وليه يختار الصدر وازاي ينكر ذاته والاجابة عشانك وعشاني في حقيق الإيمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اول مجموعة من الاسئلة اللي هنبتدي بيها هتدور حول الكتاب المقدس وصحة الوحي السؤال الاولاني هو ان احنا عندنا الكتاب المقدس بتاعنا مفروض ان ده كتاب الله كتاب الله يعني وحي من الله للبشر يبقى مين اللي عامله المفروض الله نعم زي مثلا الوحي عند موسى النبي بنلاقي ان الله اوحى الى موسى وسلمه لوحي شريعة فلما اقرأ انا اللي مكتوب في لوحي الشريعة اطمئن ان الوحي ده فعلا من الله لكن المشكلة ان انا لما بروح للكتاب المقدس اجي اقرأ الاقيه مكتوب بيه بشر طب ازاي اقدر اسميه وحي من الله وابقى واثقى ان ده كلام الله وان البشر هم اللي كتبينه بيديهم فده مشكلة كبيرة هو سؤال ده سؤال ده عام وعند كل الناس بس عايزة صلح معلومة صغيرة انه الله مش كتب لموسى العهد القديم او اللي نسميه التوراة ده اللي كتبوا بايد ربنا بس اللي هم الوصال عشر واحد اتنين تلاتة اربعة عشرة بس ده لك كتب بايد الله لكن الوحي بتاع ربنا مختلف في المسيحية عن المفهوم اي وحي تاني وحي الله في المسيحية بيعتمد على عنصرين عنصر الهي وعنصر بشري الله يقول الفكر بتاعه للبشر لرجاله القديسين يختار ناس يستخدمهم عشان ينقلوا فكره الى البشر فالله يقول الفكرة للقديس من دول والقديس يبتدي ينقل هذه الفكرة للبشر اللي هم عايشين في عصره يقولها بلغتهم على حسب مفهومهم ممكن يضيف امثلة من البيئة تشرح فكرة الله يعنيه لان الهدف من الوحي ان الفكر بتاع الله يوصل للبشر فنقدر نقول ان ده فكرة الله بس بلغة البشر الخليقة الوحيدة اللي ربنا خلقها لها عقل هي الجنس البشري الله ميزنا بوجود عقل عشان نفكر به عشان نتواصل به معاه عشان نفهمه عشان نقدر ننقل فكره فالله يقول الفكرة مش عارفين يقولها ازاي لكن بكل تأكيد قالها بطريقة بيفهمها الرجل القديس وإلا ما يباش فيه أي معنى لتوصيل الرسالة لو القديس مافهمش يوصل ايه يبا لازم الفكرة اكيد تقالت بلغة الرجل اللي تحت فاذا كان في العهد القديم بيتكلموا اللغة العبرانية اكيد الله يتكلم لهذا القديس بهذه اللغة العبرانية عشان يفهم لو في العهد الجديد باللغة اليونانية اكيد الله تكلم باللغة اليونانية وإحنا عندنا ايمان ان الله بيعرف كل اللغات الله مش قاصر على لغة واحدة لكن الله بيعرف كل اللغات ومش كل اللغات بس ده احنا عندنا لغة تانية اسمها لغة العيون الناس اللي عشروا بعض كتير زي الزوج والزوجة مثلا كتر عشتهم مع بعض خلاص حفظوا بعض صم للدرجة ان مثلا الراجل يبص للمدام بصة طبعا مش هتخاف هتتريعك بص فتفهم منها ايه الراجل الزوج ده عايز ايه فتقول للناس مثلا يا جماعة ما تجوش النهاردة عشان سي سيد تعبان اجلوها للاسبوع الجاي الراجل ما تكلمش خالص ولا فتح بق لكن من نظرة العين فهمت كل الجملة دي وقالتها من عندها عبرت عن فكر الزوج في العبارة اللي قالتها للناس ما يجوش والعكس صحيح الزوجة تبص للزوج فيتريعك يبص يفهم الزوجة عايز ايه فيبتدي يكلم الناس يا جماعة بلاش تيجو النهاردة المدام تعبانة اجلوها للاسبوع الجاي خلاص ممكن الله يكون من كتر عشرته مع أو عشرة القديسين معاه فهمه مين هو ربنا فمجرد ممكن ما ربنا بص فهمه ربنا عايز ايه يوم يقولوا للبشر يا جماعة بلاش السكة دي السكة دي بتزعله السكة دي بتضيقه السكة دي هتودينا لطريق خطأ امشوا في السكة دي عشان هو بيحبوك وعشان هو عايزك وتوصله لكده ففكرة الوحي انه انا مش عندي تمليا ان الله مش ملا القديس الف به ته سه والقديس كتب فهم مفهمش احنا فهمنا مفهمناش لا 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 مش هاد القضايا الله بيتكلم بلغة القديس يدي فكره بطريقة او باخرى عندنا الكتاب المقدس بشرح لنا تلت طرق الله بيتعامل بيها مع رجاله القديسين لو شفنا الكتاب المقدس وفتحنا سفر العدد الاصحاح 12 نقرأ قصة صغيرة كده عن موسى وهارون ومريم التلاتة الاخوات لما موسى اتجوز المرأة الكوشية وبدأت مريم وهارون يتدايقوا من موسى ايه اللي جايبها لنا دي ما في عندنا بنات حلوين كتير يعني لازم دية اللي يجيبها هو يعني فاكر نفسه انه نبي ما احنا كمان بنتنبأ نحن كمان بنتنبأ فالرب قال لموسى ايه ده موجود في سفر العدد اصحاح 12 بداية من العدد الرابع فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم اخرجوا انتم السلاسة الى خيمة الاجتماع فخرجوا هم السلاسة فنزل الرب في عمود سحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرج كلاهما فقال اسمع كلامي ان كان منكم نبي للرب فبالرؤية استعلن له في الحلم اكلمه اما عبد موسى فليس هكذا بل هو امين في كل بيتي فمن الى فمن وعيانا اتكلم معه لا بالالغاز يبانا هنا عندي التلت طرق اللي الرب بيتكلم فيه في حلم في رؤية او وجها الوجها تكلم مع موسى وجها الوجها ونسميه موسى كليم الله بتكلم بأنه لغة ما احناش عارفية لكن بكل تأكيد موسى كان فاهم يبالغة كان بيفهمها موسى طيب نيجي للطريقتين التانين في حلم انا نايم في ليلة كده شتا وبعدين سقعت حلمت صبعت الصبح احكي الحلم بحكيه باللغة اللي شفتها بالتفصيل اللي شفته ولا بقول المختصر المفيد بلغتي بلغة السامع على حسب ما هيفهم اللي انا شفته مش كده يبانا ترجمت اللي شفته في الحلم بطريقة مختصرة قلت ايه اللي حصل في هذا الحلم في رؤية واحد قاعد في عزة الظهر تحت شجر التين كده وقاعد في التراوة بس لقى مناظر قدامه ملايكة وناس رايحة وناس جاية واحداث بتحصل يروح يحكي هذا الحدث بيحكيه بأنه لغة بلغته على حسب لغة السامعين على حسب ثقافتهم كمان يعني بش يتكلم كلام عالي مع ناس مسطر ولا يتكلم كلام بسيط مع ناس علماء فبيختار اللفظ واللغة اللي تعبر عن الرؤية اللي شافها على حسب السامعين تاريخ باكتب اللي أنا شايفه الوحي هنا هو اللي قال لي اكتب الحتة به اختار هذا الحدث واسيب بقية الأحداث دول يبا أقدر أقول على اللي كتبه الشخص اللي شاف تاريخ ده وحي وحي بمعنى ايه؟ بمعنى إن الله قال اكتب لي دي واسيبك من دول هاتلي القصة دي وبلاش دول يبا الله اختار اختار اللي أنا شفته فأنا بكتبه رؤى العين بلغتي أنا على حسب السامعين دي بتلخبط ناس كتير بتفتكر إنه ربنا ملي ده وفيه كتاب نزل من فوق لا 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 هذا الفكر غير هو ده المفهوم الدارج يعني ده غير موجود إطلاقا الفكر المسيحي إن الله بيعطي الفكرة للقديس والقديس يترجم هذه الفكرة بلغته على حسب لغة السامعين على حسب ثقافتهم على حسب مفهومهم ممكن يضيف حاجة من البيئة يقرب بيها اللي شايفه اللي ما عندهمش خبرة عنه لإن الهدف كله إنه فكرة الله يوصل للبشر عشان أعرف ربنا عايز مني إيه ربنا جايبني هنا ليه ربنا آخر الدنيا موديني فين أبا عارف راسي من رجلية هدف الله إنه يعرفني مين هو أنا مين أنا عايش هنا ليه أنا الآخر رايح فين إذا ما كانش كتاب يقولي الحاجات ديت شكرا أنا مش عايز مالوش لازمك يوبا كتاب ثقافة ولا كتاب تاريخ ولا حاجة في المسيحية بس فكرة الوحي كده ولا ده كمان في اليهودية زي ما احنا شايفين في سفر العدد وهو يعني من اليهود كمان والحقيقة أنا بحبش أقول مسيحية ويهودية أنا بقول فكرة الله الله بيبتدي بالتدريج بياخد الإنسان من إيده ويتدرج به والفكر الإلهي بيتدرج مع نمو الإنسان فأنا ما عنديش يهودية وعندي مسيحية وعندي أديان أنا ما عنديش أديان يعني هي دي طريقة الوحي منذ بداية علاقة الله بالإنسان إن هو بيوصل له الرسالة بتاعته بالطريقة حسب إمكانيات الشخص ما يفهمها عشان يخدها يوصلها لبقية البشر الطريقة بقى إزاي هو قادر يوصل مزبوط حضرتك لأن القضية إن أنا لما ببحث عن الله ما بلقهوش لأن أنا قاصر أنا محدود والله عظيم وغير محدود ومش ممكن نقدر بعقولنا ندرك الله إذا ما كانش الله يعلن عن نفسه لينا أنا مش بعرف أوصل أنا عاجز إن أنا أوصل فدي محبة الله اللي بيجي يعلن عن ذاته لي هو اللي بيوريني نفسه بيقول لي أنا مين الله بيستخدم إمكانية هو الدهالي لكن ما بيسوقنيش يب أنا هنا حاطت لمؤخذة مهلبية وربنا سيقني وخلاص ما ينفعش الله بيستخدم العقل لنا خلقهولي عشان أوصل فكره للآخرين يا إما يقول لفظاً هكذا قال السيد الرب يبقى خلاص دي حرفية يا إما يديني حلم يا إما يديني رؤية زي حضرتك لما تتفرج على مسلسل مسلسل في الإزاية عنده ويجي حد من أفراد العيلة ما حضرش هذه الحلقة ويجي يقول احكولي اللي حصل مبارح هل حضرتك بتحكيله الساعة اللي ربع اللي تزاعد الساعة اللي ربع بتحكيها له ولا في خمس دقائق بتديله الملخص المفيد بطريقتك على حسب مفهوم ويقولك باس خلاص أنا فهمت الحلقة هتابع معاكم القديس بياخد فكرة الله طيب هل أنا بضمن إن القديس ده ينقل الفكرة صح ما يلغبطهاش ما يزودش من عنده ما يحزفش منها بقول روح الله اللي موجود بيحفظ القديس في الوقت اللي بيقول فيه فكرة الله من أي توهان من أي إضافة من أي تحزف يحفظ فكره وإمكانياته وعقله مركز في الفكرة اللي ربنا ادهاله عشان أنا عندي هنا يقول كتبوا رجال الله القديسون مسوقين بالروح القدس وبعض الترجمات تقول محمولين بالروح القدس فأنا عندي هنا قوة علوية بتحفظ القديس من دول إن ينقل الفكرة بتاعت ربنا بالضبط مش حرفا أنا معنديش حرف الحرف يقتل لكن الفكرة والمعنى وقولوا بقى بأي طريقة تعجبك المهم الفكرة توصل والناس تنفذ فكرة الله هو ده الهدف من الوحي إن فكرة الله يوصل للبشر صح السكة إيه؟ ركب اوتوبيس ركب تاكس ركب قطر ركب طيارة ماشي على رجليك الفكرة توصل توصل إلى الهدف والضامن هو الله الله بروح القدوس اللي بيسيطر أنا معنديش قديسين معصومين من الخطأ لا كلنا خطائين وكلنا في الموازين إلى فوق لكن لحظة لما الله بيديله فكره بيحفظه من أي خطأ من أي شطط من أي تزويد من أي تنقيص فأنا عندي روح الله ضامن هنا إن الفكرة هتطلع صح طيب لما هو ربنا ضامن إنه هو هيوصل الفكرة اللي هو عايز يوصلها للناس الله واحد والفكر اللي في دماغه فكر هو مقرر إنه هو هيوصل الفكرة دي للناس دي طيب ما يوصلها في كتاب واحد ما لقيش عندي أربع كتب لازم أبصى لقي في كتابي أربع أنا جيل ماتة مرقص لؤة يوحنى طب ليه ما يعني ما اكتفاش الله بإنه يجي يحفظ كديس منهم واحد ويعمل لي كتاب واحد وبلاش أبصى لقي متشتت ده كتب حاجة غير اللي كتبها هنا غير اللي كتبها هنا أنت نقلت حضرتك على من العهد القديم والوحي عموما إلى قصة بتتكتب في الإنجيل خلينا نقول يعني إنجيل الأول عشان نبقى فاهمين الموضوع ماشي إزاي كلمة إنجيل دي كلمة يونانية اسمها إفانجليون إفانجليون معناها خبر صار أو بشارة مفرح عندي خبر صار عندي بشارة مفرح ملقوش كلمة بالعرب ليه هتساوي إفانجليون فترجموها زي ما هي إفانجليون بقت إنجيل يعني إنجيل عندي ده خبر صار ده بشارة مفرح زي ما أجي أنا أقول لحضرتك وأنا جاي النهاردة عشان نسجل في واحد واقف على أول الشارع مع شنطة كبيرة كده وفيها بواكي ألافات دولار كل واحد يعد عليه روح مديله باكو أجي هنا جاري أقول لك يا جماعة في واحد عن ناصية مع بواكي دولار وأنا خدت باكو المصورين هيسيبونا والمخرج هيسيبنا ويمكن حضرتك كمان طبعا أول واحدة يعني ويمكن أنا أروح تاني عشان أخد باكو تاني أنا جيت قلت خبر صار خبر مفرح في واحد بيوزع والفريق كله طالع لأ الناس اللي وقفين برا إيه يا جماعة بتجروا ليه في إيه كفار للشر تروح حكيين لهم ده في كذا يروحوا سايبين الحراسة بتاعت المبنى وجاريين معاهم خبر صار فعلا تجروا في الشارع الناس يقول لكم إيه في إيه في تروح حكيين لهم فانعندي خبر صار مفرح في واحد بيوزع دولارات أنا حكيته حضرتك حاجتيه المخرجين والمصورين طلوا حكول الناس اللي برا الناس اللي برا حكول غيرهم الحكاوي كترت لكن الخبر واحد فانعندي إنجيل واحد خبر صار الخبر الصار إن فيه واحد يا جماعة جاي يخلصكم ويغفر لكم خطاياكم ببلاش يا نهارة بيض معقولة مش هتاخد مننا حاجة مش مفروض نعمل حاجة لا 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 كده بالنعمة مجانا خبر صار رحمتة قيله للجماعة اليهود يا جماعة فيه خبر صار هو بدأ يحكي مر أصرح قيله للجماعة الأمم لإن البشارة جاية للجميع هكذا أحب الله مش اليهود ولا المسيحين ولا المسلمين ولا البوزيين هكذا أحب الله العالم البشارة المفرحة جاية للكل لجنس البشر الساقط إزاي نخلصك؟ أنا هدفع التمن عايز مني إيه؟ مش عايز منك حاجة خبر صار مفرح فرواته متعددين الخبر الواحد رواته متعددين مت حكاة لليهود مرأس حكاة لليونانيين لقى رحكيه للعزيز ساو فيلوس اللي بيسأله عن إيماننا الراجل كان حلو ومستعد أن يجاوب كل من يسأله عن سبب الرجاء اللي فيه حكاة للعزيز ساو فيلوس وهو راجل أممي وسني بيحكيله يحنى جه جامع كله وحكي عن لاهود المسيح مين هو؟ ربنا عمل إيه؟ والكلمة صار جسداً وحل بيننا والكلمة دي كانت من أصلها موجودة عند الله الأول وكان الكلمة الله فبيحكينا على مستوى أروع ومستوى أكبر الترجمة العربي يمكن مش واضحة قوي لأن إحنا دايماً بنكتب إنجيل مات إنجيل مرقص مش قوي زي الترجمة الأصلية النسخة الأصلية بتقول إنجيل الإنجيل الإنجيل بيون حسب ما رواه متاء الإنجيل حسب ما رواه مرقص الإنجيل حسب ما رواه لوقة الإنجيل حسب ما رواه روحنا يبقى أنا عندي إنجيل واحد الرواه متعددين أديك مثال يقرّب الفكرة لو أنا عندي النهاردة ما تشكور وفي جرائد كتيرة موجودة وكل جريدة بتبعت مندوب من عندها يروح يغطي أحداث الماتش في جريدة بتهتم بأنه نشوف مين هيجيب أول جون فيبا رايح الراجل الصحفي قاعد ومركز مين هيجيب الجون همه كله يكتب مين هيجيب الجون جريدة تانية همها تشوف الاستادة ملاب قد ايه فأعمال كل شو هيعدن هاي 30 ألف 50 ألف 100 ألف همه كله على مين جريدة تالتة عايزة تشوف الراجل اللي جاي يحكم وجبناه من برا نجيبه تاني ولا ما نجيبوش فيبا عينه على الحكم صفر صح حسب البيلنتي ده مظبوط الفاول ده صح ولا ظلم بيحابي فريق ولا ما بيحابيش وكل جريدة تنشر الجزء اللي ركز عليه الصحفي لكن الكل بيحكي على الماتش واحد ومباراة واحدة فالقضية كلها أنا عندي بشارة مفرحة واحدة رواتها متعددين هو بصراحة الموضوع بتاع صحة الوحي وصحة الكتاب مهم جداً لنا لأننا فعلاً محتاجين أن احنا نبقى وقفين على أرضية صلبة واحنا كان نفسنا الوقت يبقى أطول من كده علشان احنا لسا عندنا أسئلة كتير قوي شكراً لك يا دكتور لويس على كل المعلومات القيمة اللي احنا عرفناها وهنتقابل إن شاء الله في حلقة قادمة شكراً لك عزيزي المشاهد إلى اللقاء في حلقة قادمة يبقى الكلام ده في منطقة الخطورة إنه كتاب فريد حب إيه ده اللي بس اللي أنتوا جايين تقولوا عليهم الحالة النفسية بتاعتهم أثرة حتى في الكتابات بتاعتهم موضوع الخلاص ده موضوع جدل الكتاب المقدس من عهد الرومان لحد النهاردة وهو بيعمل خبلان للناس مش طايقين ومش عايزين يولعوا فيه يحرقوا ويمنعوا عشان كده الناس بتخاف تيمسك الكتاب المقدس موسيقى اشتركوا في القناة